أيضا من فوائد هذا الحديث فيه دلالة على مسألة مهمة وهي اختصاص الصحابة رضوان الله عليهم ببعض الأحكام مثل الاقتداء بهم ومثل السكوت عنهم وعدم الخوض فيما جرى بينهم فلا يقاس عليهم غيرهم ولا يلحق بهم غيرهم إلا بدليل إذ أنه لا شك بحرمة سب المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق ولكن ما جاء في هذا الحديث من لعن من سب الصحابة لا يستحقه من سب غيرهم ولو كان من العلماء فسب غير الصحابة لا يستحق هذه العقوبة إذا تقرر هذا ففي هذا الحديث رد على من يقول إن الطعن في طلاب العالم طعن في العالم كالطعن في الصحابة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن الطعن في الصحابة طعن في الدين قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أي الذين ينتقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والجرح بهم أولى وهم زنادقة أقول تأمل قول أبي زرعة إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم انتهى فكيف يجوز الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصول السنة إنما تقوم عليهم فهم الذين تحملوها وهم الذين نقلوها وهم الذين بينوها لنا وهم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا شك أن الطعن في الصحابة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وأما الطعن في تلاميذ العالم ليس طعن في العالم إذا كان التلاميذ فيهم انحراف وفيهم ضلال ولم يعلق لهم أي للتلاميذ الشرف كما علق للصحابة رضوان الله عليهم لذلك يأتي هؤلاء الجهل وهؤلاء المحرفون للحق بمثل هذه القواعد ليخدموا منهجهم وانحرافهم وليذبسوا به على العامة نعم تلميذ العالم إن كان يسير على منهج العالم وطعن فيه لمنهجه الحق فهذا ليس فقط طعن في العالم بل طعن في الحق وأما إذا كان تلميذ العالم منحرف متستر مندس يأتي بالشر يأتي بالانحراف يأتي بالأمور الباطلة فلا شك أن بيان باطله والرد عليه واجب على من كان مستطيعا ذلك ولا شك أن الطعن فيه وعلى انحرافه ليس طعنا للعالم لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى إلا إن رضي العالم بانحرافه وضلاله ودافع عنه مع علمه فإنه بعد البيان له يلحق به عند أهل العلم فلذلك بارك الله فيكم تأملوا هذه القاعدة فإنها مهمة القاعدة أن الصحابة لهم اختصاص ولهم مزية عن غيرهم لا يلحق بهم غيرهم ومن ألحق بهم غيرهم فقد أخطأ وخالف منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذا الباب وذلك أيضا مما يدل على بطلان هذا التقعيد الباطل الذي قعده الشر وأهله أن الصحابة كلهم عدول فلا يقاس عليهم غيرهم الصحابة عدول أما تلميذ العالم فقد يكون فيهم العدل وقد يكون فيهم المنحرف المندس وقد يكون فيهم الجاهل أفتسوي بين هؤلاء وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا لفيه طعن في أصحاب رسول الله وأنت لا تشعر أيها الغر ولذلك يجب الحذر من هذه التقعيدات الباطلة التي يقاعدها هؤلاء ويتلمسون منها هنا ومنها هنا كلمات حتى يزينوا ويخدعوا بها عامة السلفيين أنهم على حق وهم على باطل ولذلك إن برى في رد هذه القاعدة أخونا الشيخ فارس الطاهر جزاه الله خيرا في رسالة خصصها لمناقشة هذا التقعيد الباطل أجاد فيها وأفاد فجزاه الله خيرا ترجمة نانسي قنقر